الوطنية والدولية ونستهل أخبارنا بجديد الوضعية الجوية مع حاسبك روش ألا بك حاسبا أهلا صباح الخير زهور صباح الخير مشاهدين بعد الأجواء الحارة نقدر عليها صيفية سجلناها خلال الأيام الماضية لكن بحول لا تعود ترجع الوضعية الجوية إلى طبيعتها يعني فصل رابعي إلى شتوي إن شاء الله رح يميز أغلب المناطق الشمالية خلال الساعة تلقية المقبلة خاصة بداية من يوم غد الأربع إلى غاية يوم الجمعة أمطار ستكون معتبرة وغازرة محليا لكمية إن شاء الله ستراوحها بين 30 حتى 50 مم محليا إن شاء الله يا رب ستكون أمطار خير وبالحديث عن الأمطار نهر اليوم كذلك بعض الأمطار ستكون معتبرة محليا ستساقط على بعض المناطق الشمالية للبلاد وعليه مصالح الأرصاد الجوية أكدت في تنبيه لها من الدرجة الأولى على تساقط أمطار رادية معتبرة محليا بكميات يرتقب أن تصل إلى غاية 30 مم بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية منتصف الليل الولايات المعنية يوكل من ولاية المسيلة الجلفة الغوط البيض التيار سعيدا عاما جانات وولاية تمنرس وكذلك ولاية إنجزام بالإضافة إلى ذلك هناك تنبيه آخر من الدرجة الأولى أكدت كذلك من خلاله مصالح الأرصاد الجوية على تساقط أمطار رادية لكن تتعدى 30 مم محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط وبغازرة إلى غاية تفجر يوم غد الأربعاء إن شاء الله الولايات المعنية كل من ولاية تيزي وزوب جاية جيجل سطيف برج بوري ريج وولاية البويرة إن شاء الله يعرف تكون أمطار خير الآن مشاهدين نشوفوا مع بعض التوقعات خلال الساعات القيلة المقبلة حسب خيط وزاة تساقط الأمطار بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة 27 من شهر ميل إن شاء الله نلاحظوا أن نمدعوا شهر ميل بالأمطار وبالخير إن شاء الله يارب تكون أمطار خير نلاحظوا أمطار غزرة بداية من منتصف نهار اليوم غد احترف كل من ولاية تشلف مستغان موارن كذلك تيبازا جنوب الجزائر العاصمة البوليدة المدية كذلك على ولاية قسنطينا سوق هراس باتنا سطيف وبرج بوري يجل الأمطار تستمر الأقول لطيلة نهار اليوم غد في تساقط عبر مختلف المناطق الشمالية وعلى فترات وتكون أكثر غزرة وأكثر اعتبارا بحول الله على كل من ولاية بيجاية جي جي سكيك داعنا باحة الأقسنطينا ومدينة باتنا كذلك الصيف يعني على شرق البلاد بالنسبة ليوم الخميس الأمطار إن شاء الله تقدم حاضرة ببعض المناطق الوسطى وشرقية للبلاد وتقدم الأمطار الغزرة على الخط الرابط بين مدينة بيجاية وجي جي بكميات يرتقب أن تصل إلى غاية ستين ملامتر محلين خاصة على ولاية بيجاية وجي جي إن شاء الله فيما يخص يوم الجمعة يعود الاستقلال إلى غرب وبسط البلاد وتبقى بعض الأمطار المتفرقة على فتاة تخص المناطق الشرقية للبيت خاصة الساحلية منها إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير اضطراب جوي نوعا ما نشيط الفعالي رح يكون هو الأخر محمل بكتلة هواية باردة وعليه فإن درجات إن شاء الله خلال الساعات القليلة المقبلة بداية من يوم غد الأربعة إلى غاية يوم الجمعة رح تنخفض أو تعود إلى معدلها الفصل لذلك رح نسجل إن شاء الله ظاهرة يوم غد الأربعة ما بين حوالي عشرين إلى غاية خمسة وعشرين درجة بشمال البلاد لكن الأجواء الحارة تبقى دايما تخص منطقة المناطق الجنوبية كمطقة غردية المنيعة ورق لا إنسل حرقا بسبعين وأربعين درجة مئوية تحت الظل وهذا ظاهرة يوم غد الأربعة بالنسبة ليوم الخميس مع تعمق أكثر فأكثر الاضطراب الجوي إن شاء الله رح تنخفض درجة الحرائية الأخرى يعني أكثر فأكثر إن شاء الله ظاهرة يوم الخميس كما نلاحظوا في الصورة نلاحظوا يعني لون أخزر يشير على أن درجة الحرائية إن شاء الله ستنخفض إلى غاية 10 درجات على المدن الداخلية الوسطى والشرقية للبلاد تبقى دايما درجة حرار فصلية بالمناطق الغربية ما بين 20 إلى 25 درجة فيما يخص السواحل الوسطى وبعض السواحل الشرقية ما بين 14 إلى غاية 18 درجة فيما يخص المناطق الجنوبية نفس الكتلة الهوائية تخص وسط السحراء وشمال السحراء ب47 درجة مئوية تحت الظل كذلك نفس الكتلة الهوائية إن شاء الله يعني درجة حرار نوعنا منخفضة راح نسجدها إن شاء الله ليوم الجمعة بحول الله مع دخول كذلك الاضطراب الجو سيكون لديه تأثير على الملاحة البحرية وعليه مشاهدين سيكون بحر إن شاء الله من مضطرب إلى هائج محليا يومها سيكون هائج على السواحل الغربية وحتى على السواحل الوسطى مع رياح قوية تقدم تلحق سرعتها أو تتعدى 50 كم في الساعة الرياح قادم من غربية إلى شمالية غربية تماما على السواحل الغربية والوسطى وحتى على السواحل الشرقية بالنسبة ليوم الخميس وحتى يوم الجمعة نوعا ما هيكون بحر هائج على السواحل الشرقية كما نلحظو في الصورة مع رياح تكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة الرياح أو تتعدى 60 إلى 70 كم في الساعة على غيرار السواحل الوسطى وكذلك الغربية هيكون بحر نوعا ما قليل الاضطراب وهذا يومي الخميس والجمعة المقبل إن شاء الله التوقعات طويلة المدى إن شاء الله مشاهدين نلاحظوا مع بعض بداية من يوم غد الأربعة إلى غاية يوم الجمعة الثالث من شهر جوان الأمطار وانخفاض محسوس في درجات الحارة القصوى رح نسجد إن شاء الله يوم الأربعة الخامس وحتى اليوم الجمعة لكن إن شاء الله بداية من يوم السبت المقبل أقول نلاحظوا يعاود يرجع المرتفع للضغط الجوي تعاود ترجع الأجواء الحارة بدرجات حارة قياسية تتعدى عتبة 35 درجة بشمل البلاد وتبقى دائما تقص حارة خص المناطق الجنوبية ب47 درجة مئوية إن شاء الله يعني فترة وضعية وجوية نوعا ما مؤقتة اضطراب جوي حيكون مؤقت لمدة ثلاثة أيام فقط لتعود الأجواء الحارة نوعا ما صيفية من جديد بداية من يوم السبت المقبل إن شاء الله مشاهدين بهذه توقعات تصل لطيورة تحوال التقص نعود الآن إلى ظهور الاستكمال بقيت الأخبار شكرا لك يا حسيب على هذه الورقة الجوية إذن نسهل أخبارنا